هلو حبايبي كيف أنام؟ الطموح ما يعرف المستحيل هذه الكلمات ممكن نقولها نحن بين بعض ممكن تكون عندنا أحلام بسيطة نحن حابين أن نلحقها دولة الإمارات العربية المتحدة على طول طموحاتها أكبر من المتوقع والأحلام من دا كله الأمل دايما موجود لي بتكلم الكلام دا ولي قدي كده مبسوطة كل التفاصيل لح تكون في الحلقة اليوم أهم شي لا تنسوا تشتركوا بقناة المزاج لتوصل لكم فيديوهات مرة 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 حلوة يلا نبدأ اليوم نستضيف اثنين إماراتيين لكي نتعرف أكثر وأكثر ونرى إحساسهم هم كإماراتيين باقي الحدث الكبير الذي سنتحدث عنه معي ريمان وناصر معنا على زوم بس ريمان معي جنبي وياكم ريمان علي بيوتي و لايف ستايل بلوغر أول شي طبعا تشرفت أني أكون معكم اليوم سنتحدث عن هالحدث التاريخ الكبير وهو فعلا يبين لنا أن الطموح ليس مجرد كلمة طموح الحين سوى مصباري حقق آمالنا وأحلامنا كإماراتيين وكعرب يا سلام حياكم الله خلوني أنا أعرف عن نفسي معاكم ناصر علي أو مشهور بالسوشيل ميديا بناصر تون صانع محتوى ويوتيوبر اليوم من الأيام الحلوة اللي نفتخر فيها كلنا مو بس كإماراتيين ولكن حتى كعرب لهذا الإنجاز الجميل اللي بنشهده كلنا في أقرب وقت ممكن شرفتوني أنتو لتنين اليوم وأنا مر مبسوطة أنو أنتو من جد معايا خلونا نبدأ نتكلم عن مسبار الأمل ناصر كلمنا أكتر عن مسبار الأمل مسبار الأمل باختصار هي أول رحلة يقوم بها العرب إلى استكشاف كوكب المريخ ومن خلالها الإمارات انضمت إلى تسع دول فقط على مستوى العالم من الدول اللي تستكشف الكواكب الأخرى والأحلى إنها انضمت أو صارت الدولة الخامسة فقط على مستوى العالم من الدول اللي تستكشف كوكب المريخ بالذات رحلة مسبار الأمل تاريخ الانطلاق يوليو 2020 سرعة الانطلاق 34 ألف فاصلة 82 كم في الساعة مكان الإطلاق اليابان علامة صاروخ متسو بيشي سيستغلق المسبار في رحلته إلى المريخ مدة تصل إلى سبع شهور تقريبا سيقطع مسافة تقدر بحوالي 493.5 مليون كم بسرعة تصل إلى 121 ألف كم في الساعة كنا منتكلم أنا وريمان قبل ما نبدأ تصوير الحلقة أنه قدي إيش في أرقام كبيرة من المهندسين ومن العلماء اللي مشتركين بالحدث الكبير هذا ومن بينهم كنا منقول أنه تقريبا 35% وهذا بحث ذاته إنجاز لنا نحن كنساء وهذه تعتبر بعد أكبر نسبة للنساء مشاركة في هالأشياء اللي بخص الفضاء فكإماراتية وكسيدة جدا فخورة بهالشيء الله وكم أعداد المهندسين والعلماء اللي مشتركوا 200 مهندس وباحث وعالم إماراتي والأحلى من كده أنه العد بلغة العربية هذا بحث ذاته إنجاز لنا نحن كعرب لأن هذه أول مهمة عربية إلى كوكب آخر فالعد التنازلي بيكون بلغة العربية ناصر أنت كشعب إماراتي وأكيد عندك طموح وأكيد عندك أحلام إيش إحساسك بأنك كده كشعب إماراتي الحدث هذا رح يصير من بلدك والله هذا الحدث يملأنا بالفخر بشكل رهيب مثل ما اتفضلت أنت في البداية قلتنا الإمارات علمتنا أنه ما في شيء مستحيل والحلو أنه دائما نسمع قادتنا يرددون هذه الكلمة نحن لا نعرف اليائس ولا المستحيل فلهذا كان الاختيار على الأسم نسبار الأمل ويقولون لنا بعد أن الإمارات دائما تسعى إلى المركز الأول فصار عندنا إحنا كشعب إماراتي دائما هذا الطموح في أي مجال بندخله في أي شيء بنسويه في حياتنا دائما نحط في بالنا هذا التصور بأنه ما في شيء مستحيل وإن شاء الله يوما ما بنحقق كل اللي نتمنى وإن شاء الله نسترجع مجادنا في مجال العلم والمعرفة إن شاء الله يا رب ريمان أنت كامرأة خليجية وإماراتية أريد أن أعرف أول معرفتي بالحدث الذي سيحدث ماذا أول ردة فعل كانت منك؟ طبعا فخوره والأهم أن هذا الشيء ليس بعيد أو غريب على عيال زايد دوم سباقين في الأشياء وفكرة أن أكثر من 66 قطعة مصنوعة في دولة الإمارات هذا دليل بحد ذاته يثبت أن نحن كأماراتيين قادرين نسوي أي شيء وفعلا مثل ما قالوا شيوخنا ما في أي شيء مستحيل علينا الحلو في الموضوع أنه دولة الإمارات بالمشروع اللي هي بتعمله رح تعطي كل المعلومات اللي رح تطلعها لأكتر من 200 مراكز للبحث العلمي حول العالم من دون أي مقابل وتأكيدا على كلام الأخت ليلى من الجميل أن نذكر أن الإمارات ساهمت في تأسيس المجموعة العربية لاستكشاف الفضاء وتتكون من 14 دولة في هذا المجال كلها دول عربية وحلو بعد أن في السنة القادمة رح تأسس الإمارات وتنظم المؤتمر الفضائي الأكبر والأضخم في التاريخ تاريخ 2021 إن شاء الله المدة اللي بيأخذونها عسر بيوصولون إلى الكوكب الأحمر هي سبع شهور بيوصولون سنة 2021 تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة يستعمل مسبار الأمل كجهاز تعقب النجوم لمعرفة مكانه واتجاهه عند وصوله إلى مدار المريخ سيتبطأ مسبار الأمل إلى 14 ألف كيلو متر في الساعة ويبدأ المسبار في الدوران حول المريخ في مدار بيضاوي ويستغلق 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ سيكون هناك تأخير في الإشارة المرسلة من المسبار عند بدء المهمة العلمية سيبدأ بدراسة التغيرات المناخية في الكوكب الأحمر تأثير التغيرات المناخية على هروب الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ تأكل الغلاف الجوي لكوكب المريخ حركة الغبار والماء في الغلاف الجوي لكوكب المريخ من هنا أبغى أدعي كل أحد قاعد بيتفرجنا أبغاكم من جد تكتبوا الرسالة منكم أنتم كأشخاص عرب إيش إحساسكم أو قد إيش مبسوطين أو إيش أصلا متوقعين في المستقبل ممكن العرب نقدر نقدم أو بإيش ممكن نساعد وفي نهاية الحلقة ما في طريقة أحلى نقدر نختم فيها هذه الحلقة غير بالعلب السنازلي باللغة العربية عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد انطلق مسبار الأمل آخر شي لا تنسوا تعملون ونفولو على انستغرام وأهم شي لا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة مزاج ومارحة نحبكم و باي باي